سلام عليكم أهلا بكم في الجزء الثاني من أحكام النذر للصف الحادي عشر في البداية تعالوا نتعرف على المحاور الرئيسية أولا أنواع النذر ثانيا أمثلة على النذر للنذر ستة أنواع النوع الأول هو النذر المطلق ومعنى مطلق أي غير محدد أو معين النوع الثاني من أنواع النذر هو نذر التبرر والتبرر من كلمة بر أي طاعة النوع الثالث من أنواع النذر هو النذر المباح والنوع الرابع من أنواع النذر هو نذر الغضب النوع الخامس من أنواع النذر هو النذر المكروه النوع السادس والأخير من أنواع النذر هو نذر المعصية إذن للنذر ستة أنواع المطلق التبرر المباح الغضب المكروه ونذر المعصية بعد أن تحدثنا عن أنواع النذر إجمالا تعالوا نفصل الحديث عن كل نوع من هذه الأنواع النوع الأول من أنواع النذر هو النذر المطلق وهو الذي لم يعين أو يذكر فيه النذر شيئا كأن يقول لله علي نذر ويكتفي بهذه الصيغة فقط دون أن ينذر شيئا معين لكن ما حكم هذا النوع من النذر؟ في هذه الحالة تلزمه كفارة اليمين النوع الثاني من أنواع النذر هو نذر التبرر وهو أن ينذر فعل طاعة تقربا إلى الله تعالى وقلنا سابقا أن التبرر من البر أي الطاعة ونذر التبرر ينقسم إلى قسمين معلق وغير معلق نذر التبرر المعلق هو نذر الطاعة مقابل نعمة من يعطيني مثالا على هذا النوع من النذر؟ بالفعل هناك أمثلة كثيرة على نذر التبرر المعلق منها أن يقول مثلا لله علي أن أصوم عشرة أيام إذا نجحت في الاختبار أو لله علي أن أذبح شاتا إذا حصلت على وظيفة هذا بالنسبة لنذر التبرر المعلق أما غير المعلق فهو نذر الطاعة دون مقابل وفي كل الحالتين يجب الوفاء بالنذر وإلا لزمت كفارة اليمين النوع الثالث من أنواع النذر هو النذر المباح وهو الذي يكون فيه المنذور أمرا مباحا أي مسموح به شرعا كأن يقول لله علي أن ألبس ثوبي فهذا نذر مباح لكن ما حكم هذا النوع من النذر؟ بالفعل يخير بين فعله أو كفارة اليمين النوع الرابع من أنواع النذر هو نذر الغضب ومعناه النذر لأجل المنع من شيء أو الحس على فعل شيء وسمي هذا النذر بنذر الغضب لأنه يقع في حالة الغضب كأن يقول إن دخلت الدار فلله علي الحج يقول ذلك وهو غاضب يريد أن يمنع شخصا من دخول داره وفي هذه الحالة يخير بين فعله أو كفارة اليمين النوع الخامس من أنواع النذر هو النذر المكروه وهو النذر على أمر ثبتت كراهته شرعا بمعنى أن ينذر فعل شيء هذا الشيء ورد نص بكراهته كأن يقول لله علي أن آكل البصل وأذهب إلى المسجد وهذا أمر مكروه في شريعتنا الإسلامية لكن ما الحكم لو نذر شخص مثل هذا النوع من النذور؟ بالفعل يستحب عدم الوفاء به وتلزمه كفارة اليمين لماذا يستحب عدم الوفاء به؟ لأنه أمر مكروه شرعا النوع السادس والأخير من أنواع النذر هو نذر المعصية وهو أن ينذر النذر فعل معصية كأن يقول لله علي أن لا أزور بيت أخي وبالطبع هذه قطيعة رحم وهي معصية عظيمة وهنا أسألك عزيز الطالب ما الحكم لو أن شخصا نذر فعل معصية؟ أحسنت لا يجوز الوفاء به وتلزمه كفارة اليمين بعد أن تعرفنا على أنواع النذر تعالوا نحد النوع النذر في كل مثال من هذه الأمثلة المثال الأول نذر لله تعالى أن يقطع أرحامه لأنهم أساء له بالفعل هذا نذر معصية ولماذا هذا نذر معصية؟ لأنه نذر قطع أرحامه وهذه معصية المثال الثاني نذر لله تعالى أن يعتمر في شهر رمضان إن رزق بمولود أحسنتم هذا نذر تبرر معلق لماذا قلنا أنه معلق؟ لأنه علق النذر بشيء في المستقبل المثال الثالث نذر لله تعالى أن يطلق زوجته بالفعل هذا نذر مكروه لماذا؟ لأنه نذر أن يطلق زوجته المثال الرابع نذر لله تعالى أن يطيع الله تعالى هيا فكر عزيز الطالب ما نوع النذر في هذا المثال؟ أحسنت هذا نذر مباح لماذا؟ لأنه نذر فعل شيء مباح شرعا الوفاء بالنذر تنقسم النذور عادة إلى قسمين نذور يلزم الوفاء بها أي يجب الوفاء بها ونذور لا يلزم الوفاء بها النذور التي يلزم الوفاء بها نوعان نذر الطاعة كأن يقول نذرت لله أن أصلي رقعتين هنا يلزمه الوفاء بالنذر أو إذا نذر أمرا مباحا كأن يقول لله علي أن أشتري سيارة وهذا أمر مباح ففي هذه الحالة يلزمه الوفاء بالنذر وإلا لزمت كفارة اليمين أما النذور التي لا يلزم الوفاء بها فهي نوعان أيضا إذا نذر فعل معصية كأن يقول نذرت لله أن أسرق من فلان أو إذا كان فعلا مكروها كأن يقول نذرت لله أن آكل البصل وأذهب إلى المسجد إذن النذور نوعان نذور يلزم الوفاء بها ونذور لا يلزم الوفاء بها والآن عزيز الطالب سأعرض عليك مجموعة من النذور وأطلب منك أن تصنفها إلى نذور يلزم الوفاء بها أو لا يلزم الوفاء بها المثال الأول نذر لله تعالى إن شفاه الله أن يختم القرآن كله في أسبوع هذا النذر هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم فعلا هذا النذر يلزم الوفاء به لأنه نذر فعل طاعة المثال الثاني نذر لله تعالى أن يؤذي جيرانه إن آذوه هيا فكر عزيز الطالب ما حكم الوفاء بهذا النذر بالفعل هذا النذر لا يلزم الوفاء به لأنه نذر فعل معصية والآن عزيز الطالب يمكنك الرجوع إلى الكتاب المدرسي وتصنيف باقي الحالات هذا الفعل النهوات